اختتم وفد الشعبة البرلمانية مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية البرلمانية الاسيوية برئاسة سعادة نائب احمد صباح السلم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الاسيوية والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو وقدم وفد الشعبة البرلمانية مشروعي قرارين الاول حول تعزيز تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في اسيا والاخر مشروع قرار برلماني حول تعزيز تحالف الحضارات والحوار بين الاديان في اسيا وعلى همش المشاركة اكد وفد الشعبة البرلمانية ان هذه المشاركات تساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين اقليميا كما تسهم في تبادل الخبرات والتجارب على صعيد الممارسات الديمقراطية في مختلف الدول العربية بما يسهم في تطوير مخرجات السلطة التشريعية